اشتركوا في القناة ومتابعة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجهود الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية وما أسفر عن ذلك من تمديد للحزمة لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدءا من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021 ووضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تدعيات الجائحة والعودة إلى معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة لصالح المواطنين وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن استمرار الجهود المشتركة لفريق البحرين بروح الفريق الواحد عزز من وطيرة التعافي الاقتصادي منوها بمواصلة تكثيف الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي خلال المرحلة المقبلة لمواصلة خطة تنمية الوطنية الشاملة بتضافر كفة الجهود لتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن وفي إطار المتابعة الدورية من قبل الوزارة لأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية فقد سجل عدد من المؤشرات الاقتصادية أداء يوازي المستويات المسجلة خلال العام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا ما يعكس استمرار وطيرة التعافي الاقتصادي في القطاع العقاري تجاوز عدد رخص البناء الصادرة في شهر أغسطس من العام الجاري 2021 المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2019 بنسبة 64.4% بلغت إجمالي مساحة البناء للرخص الصادرة خلال الشهر حوالي 448 ألف متر مربع بزيادة تقدر نسبتها بـ 151.6% عن العام 2019 الاتجاه نحو المعاملات غير النقدية بسبب الجائحة إذ انعكست النتائج على مستويات المبيعات عند نقاط البيع حيث ارتفع إجمالي المبيعات في أغسطس الماضي بنسبة تجاوزت 55% عن مستوياته في الفترة نفسها من العام 2019 وذلك بالتزامن مع عودة حركة النشاط التجاري خلال شهر أغسطس 2021 في قطاع التجارة ارتفعت قيمة الصادرات الدولية وطنية المنشأ بنسبة 103% خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بذات الشهر في العام 2019 نمت الواردات الدولية بنسبة 16% في التجارة المحلية شهد شهر أغسطس 2021 إصدار 627 سجلا تجاريا جديدا للشركات خلال الشهر بارتفاع قدره 28.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة